من ساعة مفاداحت القناة وانا متهم بالتطبيل. يعني ايه انا ماشي بطبل. والعصر اللي احنا عشين فيه ده كثرة فيه التطبيل من قناوات كتير جدا. النهاردة اجاعي على الترف بحاجة مهمة جدا في القناة. ايو جماعة انهم طبلاتي. انا بطبل. وهو اقول لك انا بطبل لمين? وبيديني كام? وهشارك معاكم معلومات. ما شاركتاش مع اي حد قبل كده. الفيديو ده بعنوان كيف بدأ التطبيل في قناة فيرس جيمينج. عايز تشترك اهلا وسهلا بيك. مش عايز تشترك اهلا وسهلا بيك في قناتك فيرس تيب جيمينج. اللي معرفنيش رسمي كريم بقدم مراجعة عن الالعاب وعن الاجهزة. يلا بينا واحكي لكم حكايتي مع التطبيل. الحكاية بدأت في اتنين مايو الفين وعشرين. لما قررت افتح قناة كنت لابس نفس القميز ده. يعني نفس القميز ده. عشان تعرفوا بس ان انا باحتفظ بهدومي لفترة طويلة. قررت عامل قناة يوتيوب وتلعت باول فيديو عن اشهر لعبة موجودة على الساحة في اليوتيوب وهي في اعتقاض مني ان انا لما اتكلم عن جيتي ايه. الدنيا هتضرب بقى. لايكات وملايين وايه يا با هتولع. وطبعا بما ان انا كن لكتور فعندي كل العاب جيتي ايه في استوانات فيزيكال. فقلت احبت فاشخر بقى طلعت فاشخر قدام الناس كده بالاستوانات. اه يمكن ده يقولوا ايه ده واو. الواد ده جامد ملة. بس الاسف لطلعت جامد ملة ولا بتاع. الفيديو ده جايب خمسين مشاهدة. وازن كان عندي خمسة وعشرين مشترك. خمسة وعشرين مشترك كله قريبي تقريبا وصحابي يعني مكنش حد يعرفني. لكن كان لبأسة بيه. يعني كان حاجة كويسة مش مشكلة. الاخر قلت بقى يعني ايه. طب نجرب فكرة تانية. بتعرف تاني بليه يا عم كارين. بنعرف نتكلم عالكونسل. فانا كده على الفيسبوك لقيت بوست. بتكلم الدراع بتاعي اصلي ولا تقليد. كل شوية ناس قال بين لك الدراع اصلي ولا تقليد اصلي ولا تقليد. قلت بقى تعالى عند عموة حبيبي. عملت فيديو وشرحت فيه الدراع الاوريجنل بيباشاكله عامل ازاي. عباش نتعرف الدراع بتاعك اوريجنل ولا مش اوريجنل. والفيديو ضرب. هوب لقيتها لعبة معنا. نتكلم عالبلاي ستيشن فور الدنيا بتمشي. هوب اللي بعده ازاي تركب هارد بلاي ستيشن فور. هوب اللي بعده ازاي تنظف بلاي ستيشن فور. القناة اللي لعت يا معلم. عدنا الالف مشترك ولا اربع تلاف ساع والدنيا زهزه تهوب ببص لقيت نفسي في شهر بقت خمس تلاف مشترك. يعني ده توفيق من عند ربنا او ممكن يكون تطبيل مني دي بلاي ستيشن مسلا. ما عرفش. انتم بتقولوا. وطبعا جوجل واليوتيوب عرفوا خلاص كريم بلاي ستيشن. فيرست جيمينج بيس فور. فيرست جيمينج بيس فايف. يعني كده يعني هم عارفيني بكلمة بلاي ستيشن. الالجوريزم تعرفت عليها بالكلمة دي. تكتب بلاي ستيشن هتلاقيه طالع في وشك. تكتب فرست قبل ما تكتب الفرست تلاقي فرست جيمينج طالعا لك. اه انا بعتبر ان ده نجاح. لكن انا غلطت غلطة بقى. غلطة واحدة في القناة هنا. وهي مع صدور اكس بوكس سيديس اكس. لما اه صدر بلاي ستيشن فايف والاكس كان الاكس بوكس صدر قبل البلاي ستيشن فايف. يعني البلاي ستيشن فايف كان متأخر. وكان سعره كمان اقل. ليه مش عارف في مصر. وكان سعره اقل من البلاي ستيشن فايف. فجبته بصراحة. ولسه البلاي ستيشن فايف ما جاش وما فيش فلوس والعملية خالص يعني. فقمت كايبه. وبصراحة من ساعة ما جبت الجهاز وشغلته والجهاز ابهرني. قلت بقى لا. انا لازم نتكلم شوية عن اكس بوكس. عملت فيديو في التاني في التالت بدأت اتكلم عالجين باس بدأت احط جهازة اكس بوكس واكررنهم بعض. كلمة اكس بوكس وان. لقيت الساب والشيتيمة بدأت. اول ما اتكلمت عن اكس بوكس. لقيت تاك 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 تاك. رزع رزع رزع. على اساس ان انا خاين مسلا. خنت خنت بلاي ستيشن. فباتكلم دلاتي عن اكس بوكس. وطبعا لما باجي اتكلم عن بلاي ستيشن او بتسابش في حالي يعني. او بتاع اكس بوكس بيجو يتهموني برضو بالتطبيل. لكن سبت بقى اكس بوكس. ورجعت قلت ايه اعمل بلاي ستيشن سري وبلاي ستيشن فور عشان ده ترند. ده اللي بياكل مع الناس. ده اللي بيجيب مشاهدات من الاخر بيجيب المام يعني. ومشت الدنيا وبلاي ستيشن سري اما فرقة. ومسدلنا ماشينا على هذا المنوال. ثلاثة اربع خطوات بلاي ستيشن. على خطوتين اكس بوكس. على واحدة نينتندو. والدنيا ماشي. حلوة. لغاية لما لقيت اني بدأ اللي اتهمت بالتطبيل. والشتيمة بتطلني حتى في اكاونتي الشخصي على الفيسبوك. يعني ممكن ابقى ماشي في الشارع مسلا ممكن حد يشتهمني لان انا مسلا بالكامعة بلاي ستيشن. يعني موضوع يا جماعة بقى صعب جدا. وبدأت اتخنى بقى. يعني بدأت ان انا خنقت من القناة. وكرهت القناة. وانا بحب المتابعين والله بحبوك جدا. بس كرهت المتابعين كمان. وكرهت فكرة الكمنتات وان انا تواصل مع حد واي حاجة. وتعبت بقى. فكرت ان انا اقفل القناة. وانتو طبعا عارفين الفيديو الشهير بتاعي لما قلت لكم ان انا هاخد بريك. همشي من القناة. وهرجع لكم بقى لما ابقى فايق. لما امركز كده وفايق. ففي احد اليوتيوبر اه ناس عادوا يبعتول فيديو بتاعه كتير قوي. الحق ده في يوتيوبر بتكلم عليك. واحد في السعودية واحد كيف في السعودية بلبس ماسك. والله ما فاكر اسمه ايه. ومش عارفة ايه. وبشتم فيك. وبتاع. فتفرجت على الفيديو فالفيديو بتاعه كان لطيف جدا. ولا حواش. هو دمه خفيف يعني. وكان بتكلم على اقوى تقريبا برضو من الناس الفانز الاكس بوكس. فبيقول تقريبا بتوع بلاي ستيشن بتريعه عليه عشان انت. فبيقول اللي غلطتك ان انت بتتكلم عن بلاي ستيشن ما بتتكلمش عن اكس بوكس. فبرضو هو من الناس برضو اللي ايه اللي شبه المتابعين اللي انا بكرههم اللي هم برضو ايه بياخدوا اول صفحة في الكتاب دول ما بيروش الكتاب. يعني يخش قلك عشان انت بتتكلم عن بلاي ستيشن ومش يعني مش عارف اقول لك ايه يعني. بس اوك انا عنده حق. صراحة. اوه عنده حق. ولقيت نفسي ان انا شغل نفسي قوي بفكرة التطبيل واللي مش عارفة ايه. لدرجة ان انا ما قدش عارف اتفرج على يوتيوب. يا جماعة انا بشوف قنوات. يعني لما بطلع اقول اه بلاي ستيشن فيه كذا كذا كذا. بشوف قنوات بتبرر الحاجة لسوني. خليها اقولها واضحة صريحة. بتبرر حاجة لسوني بلاي ستيشن عشان سوني بلاي ستيشن هي الاشهر في الشرق الاوسط. مهما اخطأت. يعني مهما سوني اخطأت في حق اللاعبين او في حق نفسها. بيطلعوا يطبلوا برضو وبيبرروا لها. انا مش فاهم ازاي. ولو مايكروسوفت مظل لاتفخ عليها سككيد. لكن آآ برضو الناس دي عندها حق في حاجة. هو فعاليا يا جماعة. فعاليا والله. انت لو بتتكلم عن بلاي ستيشن على طول او بتكلم عن بلاي ستيشن كوائس. فا انت هتنجح في اليوتيوب. لو ما بتكلم عن بلاي ستيشن بشكل مش لطيف او اي ان كان الشكل هتلاقي الناس بتكلك في اليوتيوب. لو بتتكلم عن مايكروسوفت كوائس. الناس هتجيب مشاهدات حلوة بس هتلاقي نفسك بتشتم من بتوان بلاي ستيشن او بعملو لك والموضوع جماعة مش حلو ولا وحش انا بقى جاي اعترف لكم طبعا انت شايفين اوضح حوالي يعني كلها بلاي ستيشن بلاي ستيشن بلاي ستيشن انا فان بلاي ستيشن ده حقيقة بعترف بيها انا ما عنديش الا 3 سطوانات لأكس بوكس ففي حقيقة بقى لازم نعترف بيها وهم المعلومتين اللي انا قلت لكم عليهم اول معلومة انا بطبل لمين بقى هقول لكم الحقيقة انا بطبل لمين انا هطبل وبطبل على دماغ اي فان بوي واي حد هيطلع يقول لي ان انت بتطبل انا ما بسمعكش انا مش شايفك وانا مش هسكت يا جماعة على اللي الشركات بتعملو مع اللعبين مايكروسوفت لو غلطت فينا هحاسب مايكروسوفت وهجلدها في القناة بلاي ستيشن لو غلطت فينا هجلدها في القناة نينتندو نفس الشيء اي حد هيغلط في اللعبين انا مش هسامحه انا مش هسيبه انا فتح المنصة دي عشان اعبر عن رأي بحرية فده التطبيل بتاعي انا هطبل على دماغ اي حد مش عاجبه ومش مهم اوصل انا مش فرقة معاها جماعة اجيب مليون ولا اتنين مليون ولا تلاتة مليون ولا حتى نص مليون انا لكل اللي هميني ما بيني وما بينك رسالة امينة ان انا يكون امين معاك يا اخي ناس كتير جدا ما بيعجبهاش الكلام روحوا يا جماعة خلاص يا جماعة وفعليا نروحوا اتفرجوا على القنوات وعلى المواقع اللي عدها لكم بالاسم اللي هم انا فيه ناس بحبهم وبحترمهم جدا من القنوات دي لكن للأسف للأسف يا جماعة الناس دي مش كده يعني طبلوا بالعقل يا جماعة مش كده وعدت نفسي ان انا مش هبقى كداب قدام نفسي المعلومة التانية وهي حاجة مفيش اي يوتيوبر بصراحة فكر يعملها هقالوك حقيقة اليوتيوب يا جماعة عشان فيه ناس بتقول لي انت مش عارفة مين دفعولك كام ومايكروسوفت دفعلك كام وبلايستيشن بتدفعلك كام ونينتندو بتدفعلك كام انا مفيش حد بتدفعلي ولا مليه انا مفيش شركة بتديني جيم يعني مفيش حد بيديني جيم لعبة كده يقولي تفضل خد اللعبة دي اعمل لها مراجعة مع العلم ان الناس حبابنا وصحابنا البلايستيشن اريبيا ومايكروسوفت برضو الشرق الاوسط بيدعموهم لان هم عايشين في بلاد بتسمح لهم بذلك احنا في مصر الموضوع عندنا صعب جدا فدول اللي ممكن يكون عندهم الامكانيات فالموضوع يا جماعة فعلا والله موضوع اليوتيوب ده انا بعمله عشان بحبكو انا مش فرق معايا الموضوع جاي عليها باخسارة وهعرض لك دلوقتي حاليا انا بكسب كام بعمل اليوتيوب الشهر ده انا هوريكي النهاردة مصاريف الشهر ده الشهر ده خلي كام من اليوتيوب ودي محدش يوتيوبرا بفيش يوتيوبرا بيجرؤ انه يعملها وادق قدامكم يا جماعة الاناليتيكس بتاعت اليوتيوب ادي المنظر ها قدام لو انتو شايفين ان دي حاجة واو يعني حاجة قواية جدا مقارنة بالمصاريف اللي احنا بنتكلم فيها في الجيمينج وانا على فكرة يا جماعة انا رب اسرة يعني عندي بنت وعندي اولاد وعندي مسئوليات وعندي 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 فانت معتقد ان انا مسلا باخد فلوس من الشركات بقى ومغرق الدنيا ويوتيوبرا بقى لكن اللامبرجيني تحت بقى لا ده مايكملش تمن الانترنت والكاميرا اللي انا بكلمك بيها واللاب توب والرندرينج والرفق يعني مايكملش تمن الكلام ده فمفيش حد يا جماعة بيديني فلوس عشان اطبل ودي كانت قصة التطبيل في قناة فيرستيب جيمينج اتمنى نتوقف عن التطبيل في الشرق الاوسط عن نتا والرأيك بحرية بدون ما تتهم اللي قدامك بالتطبيل بدون ما تتهم اللي قدامك بان هو شخصي مش كويس بدون ما تتهم اللي قدامك بان هو بياخد رشوة او بيحط حاجة في جيبه عيب مايصحش والله العظيم يا جماعة الكونسول ده زي ده ده بيتلعب زي ده ده جهاز العاب بلتة سلية مش اكتر ده مش دين عشان ننتمي اليه يعني يعني انت بعد كده تقال لك انت دينك ايه بلاي ستيشن ولا اكس بوكس ماينفعش طبعا ايه الناس كتير هتقول لي يا عم انت متعصب ومتنرفز اقول لك لا مش متعصب ومتنرفز بس انا عاماتا لما بتكلم عن موضوع بحماس بقى بتلاقيني عامل كده انا متعصب ولا متنرفز الله يبارك لك ها لكن قبل ماقف الفيديو احب اقول لك بقى ان في حاجتين اتنين هم دول الواحدين اللي انا ممكن اطبل لهم اول حاجة النادي الاسماعيلي لان انا اسماعلاوي حاجة التانية ان هونتر اكس هونتر هو اعظم هنمي في التاريخ طبعا هيجي واحد يقول لي وان بيسعبك دلوقتي انا عارف يا رب يكون الفيديو عجبكم يا رب الفيديو كان مسلي حبيت افضفض معاكم شوية كان معاك كريم من قناتك في ستيب جيمينج شوفك انتقالها في الفيديو اللي جاي السلام عليكم